أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة في المقار الخدمية لتيسير تقديم الخدمة لهم دون عناء وقال خلال تفاقود العدد من مشروعات حياة كريمة بقرية الودي بمركز الصف بالجيزة أن هناك توجهات من الرئيس بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت كي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات حياة كريمة في الصف بتفقد مجمع خدمات المواطنين تحيا مصر ويعد أحد أحد عشر مجمع للخدمات يتم تنفيذه في محافظة الجيزة ضمن المبادرة ويضم المبنى مركزا تكنولوجيا ومكتب سجل مدني وكذلك يضم مكتب شهر عقري ومكتب تموين ووحدة طب للأسرة ومجمع الخدمات الزراعية ونقطة للإسعاف كما تفقد مدبولي وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الودي ومكتب البريد حيث زار مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة ومجمع الخدمات الزراعية ووحدة طب الأسرة وخلال الجولة أيضا زار مدبولي مركز شباب قرية الودي ترجمة نانسي قنقر